مراقبة مؤشرات تعثر الحوض الشرقي للبحر بالمتوسط بمنخفض جوي مع نهاية الأسبوع التفاصيل بعد الفاصل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عمو مناطق المملكة يوما بيوم خلال الأسبوع الحالي بداية الأسبوع الحالي ستبدأ مستقرة درجة الحرر أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن تهب الرياح الشرقية وجنوبية الشرقية في عمو مناطق المملكة ستزيد من الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل وكما تنتشر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة منها العالية والمتوسطة والتي ستكون بدون فعالية يوم الاثنين تزداد كثافة هذه الغيوم العالية التي بدون فعالية حيث تسود أجواء غائمة بشكل عام في عمو مناطق المملكة تستمر الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية بالهبوب وبنشاط خلال نهار يوم الاثنين والتي ستزيد أيضا من الشعور بالبرودة خلال ساعات النهار وأيضا خلال ساعات الليل لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تقترب كتلة هواية باردة من شرق البحلة بنتوسط تنخف الدرجات الحرارة بشكل ملموس تصبح الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى تصبح الأجواء باردة نسبيا خلال ساعات النهار خاصة فوق المناطق الجبالية العالية يوم الأربعاء تزداد تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة مزيد من الخفاض على درجات الحرارة تقص بارد بشكل عام في عمو مناطق المملكة تستمر فرص وطول زخات الأمطار المتفرقة والعشوائية هذه المرة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة في حين تستمر الأجواء صافية إلى تفرق لبعض الغيوم في المنطقة الشرقية والجنوبية من المملكة يوم الخميس تزداد أيضا تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة مزيد من الخفاض على درجات الحرارة وتنتشر كميات أكبر من الغيوم التي ستكون ماطرة خاصة في المنطقة الشمالية حيث يسود أيضا أجواء باردة نسبيا إلى باردة خاصة فوق المناطق الجبلية العالية في عمو مناطق المملكة كما تكون الأجواء باردة بشكل لافت خلال ساعة الليل خاصة فوق مرتفعات الشراحة تسجل أربع درجات مئوية فقط يوم الجمعة لا تغيير لحالة الجوية يستمر الطقس بارد بشكل عام تستمر تأثيرات كتلة هوائية باردة في عمو مناطق المملكة كما تستمر فرص سطور زخات من الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة وبالتالي بداية الأسبوع ستكون مستقرة مع نشاط واضح في سرعة الرياح الشرقية التي ستزيد من الشعور بالبرودة أما خلال النصف الثاني من الأسبوع تحديداً اعتباراً من يوم الثلاثاء هناك انخفاضات متتالية على درجات حرارة تغير في الأجواء وفرصة له طول زخات من الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء النشر الجوية وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة